ده الفاصل الأخير دقائق قليلة وتنتهي هذه الحلقة وانبارح كنا بنتكلم عن المرأة وعن فكرة الاختيار ونهاردة شفنا نموذج لهذا الاختيار من انجي اللي قدرت انها تقف أمام التحرش حبينا ان احنا ننهي هذه الحلقة بنماذج أخرى مبارح احنا قدمنا نماذج لنساء اختارت طريق يمكن سفرت برة يمكن اشتغلت في صناعات صغيرة ومتناهية الصغر واخدت قروض صغيرة وقدرت انها تختار والنهاردة عندنا نموذجين نموذج لأم أميرة وام أميرة اختارت انها ما تقعدش في البيت وانها تقدر تجري على عيالها وعملت اهم مشروع عربية سندويتشات بطاطس في وسط البلد احنا عندنا حالتين ام أميرة ورانيا ام أميرة حنبتدي بيها زي ما انتو شايفين كده يعني تحمير البطاطس انا مش عارفة الناس تاكل ازاي سندويتشات بطاطس حط البطاطس جوه السندويتش والعيش لان ده كاربوس وده كاربوس بس ما علينا سندويتشات البطاطس دي مشهورة جدا في وسط البلد بالذات في الشتاء فام أميرة عملت اهم عربية سندويتشات بطاطس في وسط البلد هي بدأت ببيع المناديل والحلويات وبعدين جابت عربية الاكل وتخصصت في بيق البطاطس زي ما انتو شايفين كده ام أميرة لابسة الكمامة وبتبيع البطاطس ايضا قصة رانيا وده اختيار تاني وتجربة تانية رانيا صاحبة عربية بيق الايس كريم بالشراكة مع جوزة في منطقة مصر الجديدة رانيا بتبيع برضو ايس كريم في مصر الجديدة وقررت انها تغير حياتها وان حياتها ما تكونش مجرد انها قاعدة في البيت لا تنزل تساعد جوزة وتجيب عربية وتقصتها وتشتغل بيها دي فكرة المشروعات متناهية الصغر يعني ارجوك لو عندكم مشروع ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك ننزل نصور لكم مشروعكم احنا تهمنا المشاريع الصغيرة دي ان احنا ننور عليها عشان دي نموذج للاختيار ودي نموذج لستات قرروا ان هما ما يعودوش وينزلوا ويكفحوا جنب ازواجهم عشان يربوا هيا لهم امو اميرة ورانيا تحية ليكم وعندنا رسالة اخرى من ال احنا مبارح زينا عدد كبير من الرسائل من عدد من الفنانين ودي رسالة صوتية بعتتها لنا الفنانة لطيفة بمناسبة يوم المرأة معلش يا لطيفة احنا اسفين مقدرناش نزاعة مبارح لكن لطيفة رسالتها لكل النساء العرب في المنطقة العربية بمناسبة يوم المرأة في يوم المرأة العالمي رسالتي للمرأة العربية خلي سلاحك هو العلم خلي سلاحك هو الثقة خلي سلاحك هو الوعي العلم هيخليك قوية انت وولادك وأهلك وبلدك ووطنك لانه البلد بتعتمد على الام على مربية الاجيال فأقوى سلاح لك هو العلم لما تتعلمي وتنوري ولادك وتنوري الاجيال الجاية هتكوني مرأة قوية والدنيا منورة في عينيك كل سنة وكل امرأة عربية بألف خير تحية للمرأة اللي عانت في العشر سنين اللي فاتت اللي تركت بلدها اللي هاجرت من بلدها تحية للدكتورة اللي وقفت في هذه الجائحة في الصفوف الأولى ووقفت مع الناس تحية لكل امرأة تعبت وضحت وتعلمت وهاجرت وعندها انتماء لبلدها عشان تبقى مرأة قوية هي ولدها وكل أهلها كل سنة والمرأة العربية بألف خير وكل سنة وانت يا لطيفة امرأة ايضا قوية وبخير وقدر انك انت تعبري عن كثير من النساء في غنيكي والحانك الجميلة آخر خبر عندنا عن ردود الأفعال عن حوار أوبرا وينفري مع ميجن وهاري هاري شقيق ويليم ابن الأمير تشارلز وليه عهد بريطانيا ترى تشارلز امتى حيبقى ملك والله ما احنا عارفين المهم يعني انه بعد الضجة الكبيرة لهذا الحوار اللي كان فيه حديث عن العنصرية وكان فيه حديث انه كان فيه حد بيكلم ميجن من القصر وبيسألها لو هي يعني لون ابنها قايتش هيبقى ازاي وهجمت وقالت انها كانت تشعر بالوحدة وانها كانت يعني بتفكر فيه الانتحار الملكة اليزابيث اخيرا طلعت بيان بتتكلم فيه بترد فيه على هذا الحوار وده الحقيقة مش من عادة القصر البريطاني خالص لكن البيان بيقول ايه انه ذهول في عائلة كلها عائلة كلها شعرت بكثير من الحزن للتحديات اللي وجهوها ميجن وهاري خلال السنوات القليلة الماضية وانه هذا الموضوع تم او الموضوع اللي تمت اثارته القضايا اللي طرحت خاصة المتعلقة بالعنصرية هي مقلقة جدا وبرغم انها يعني ممكن ناخدها على محامل مختلفة الا ان احنا سنأخذها على محمل الجد وستعالجها الاسرة بخصوصية كبيرة وقالت انه هاري وميجن وارتشي دوما سيكونون من افراد العائلة المحببين لدينا وده طبعا تعليق نادر جدا من اسرة من يعني العائلة الحاكمة البريطانية عمر ما العيلة المالكة البريطانية كانت بترد على قضايا لا علاقة بانتروفيوز يعني لما حصل دايانا مثلا وعملت الانتروفيو من 30 سنة الصادم جدا اللي قالت احنا 3 في العيلة محدش كان بيرد عليها محدش عبرها يعني عمر ما كان فيه على الاطلاق ردود فيما يتعلق بدا ولكن ده تغيير كبير لانه كان فيه تعاطف كبير خارج بريطانيا الحقيقة اكتر من داخل بريطانيا يعني الستاتيستيكس داخل بريطانيا كتير جدا منهم يمكن 30 او 40 في المية ما كانوش مقتنعين اوي او مصدقين وده على عودة سكاي نيوز الحقيقة مصدقين او مقتنعين او متعاطفين مع اللي قالته ميجن بالذات يمكن بيتعاطفوا مع هاري لكن مش متعاطفين مع ميجن بشكل كبير فدي ردود الافعال اللي حصلت من الشعب البريطاني لكن كان فيه ردود افعال اكتر تعاطفا بالذات من الشعب الامريكي في الخارج والامريكان يعني بيتعاطفوا مع الحاجات دي بيصدقوها بشكل كبير وميجن عارفة انها تقدم نفسها بهذا الشكل لكن ايضا كان فيه رد فعل اخر وده في الميديا في الميديا البريطانية واحد من اشهر المزيعين بيرس مورجن اللي بيقدم برنامج جود مورنينج بريطان على ITN او ITV بقاله من 2015 اعلن انه سيغادر البرنامج وده هنا مشهد الخناقة بينه وبين بيرس اللي ماشي ده وزميله او الكوانكر اليكس بيرسفورد اتخانق معاه ليه؟ لان بيرس مورجن قبله بيوم بقاله من ده ما عرض الانتربيو هاجم ده بيرس مورجن هاجم ميجن بشكل كبير سمها برينسس بينوكيو بينوكيو ده بقى اللي هو بيجذب كل ما انا خيره بتكبر كل ما بيجذب تبقى للأسطورة البريطانية المعروفة فسمها برينسس بينوكيو وقال انه لا يصدقها وقال مين اللي قالك انه ابنك هيكون لونة اسود انه هو حيفقد التايتل طب سألتي مين؟ طب كلمتي مين؟ طب حكيتي ده المين؟ طب اشتكيتي وهاجمها جدا وسمها برينسس بينوكيو الاميرة بينوكيو النهاردة أليكس بيرسفورد الكو أنكر بتاعه هاجمه بشكل كبير وقال له انا عارف ان انت بتكره ميجن وانا عارف ان انت كان عندك مشكلة شخصية مع ميجن وانها يعني رفضتك او رفضت تامي معاك انتروفيو او شي بلوكت يو يعني ولكن ده ليس معناه ان احنا نقعد نسمعك وانت بتهاجم ميجن المحطة جالها 41 الف شكوى من بيرس مورجن وده كان رد فعل واعلنت المحطة ان بيرس مورجن سيغادر جود مورنينج بريتن بعد من 2015 بيقدم دي كانت حلقتنا او حلقتنا هذا الاسبوع كلها اخبار ساخنة نتقابل بقى الاسبوع القادم اذن الله وهادي الاميس الحديد تتعاييكم اصبعها لخير اشتركوا في القناة